تعالى أخدكم على حدوتة قد تكون أو تبدو أنها بعيدة عن الحوار الوطني لكن بالمناسبة هي ما هياش بعيدة لأنه مما لا شك في قضية الميا والزراعة مطرحين على مائدة الحوار إحنا عندنا منتج كبير ومهم وعظيم وستراتيجي بالمناسبة يعني من وجهة نظر هو منتج مهم اسمه قصب السكر مصر بتعتمد بالأساس على بنجر السكر في إنتاج السكر اللي حضرتك بتستخدمه ولكن بالقاطع احنا بنحتاج زراعة مساحات من قصب السكر بنحتاج مش بقولك النهار رفياء بنحتاج طيب وعلشان نفضل نزرع قصب السكر اللي احنا محتاجينه بالمساحات اللي احنا عايزينها لازم يكون فيه عندنا تصور مختلف في طريقة وإدارة استخدامات الميا إدارة الرية نفسها لأنه بيحتاج بالطرق القديمة بيحتاج مياه كتير جدا عارف كده زي الرز بالطرق القديمة والأصناف القديمة بتحتاج مياه كتير جدا عشان كده مصر طورت أصناف جديدة من الرز قد تكون هي الأكثر تطورا على مستوى العالم بتستهلك أقل معدل من المياه وبتعلي معدل الإنتاجية في نفس الوقت تيجي وزارة الزراعة المصرية مشكورة ووزارة الري يعلنوا عن استراتيجيتهم لإيه بقى منظومة ري حديث في مزارع أصب السكر من شأنها زي ما كنت بقول بقى زي ما حصل زي ما عملنا قبل كده مع الرز نرفع الإنتاجية بتاعة الفدام وفي نفس الوقت نقلل من مستهلكات المياه أنا من الناس بصراحة اللي مستمخة قوي من وزارة الزراعة جدا والله العظيم ودولا مجملة ومعنديش أية الحيازات يعني فعلا مش هزاري مستمخة قوي خلونا ناخد معنا على التليفون الدكتور محمد القرش المتحدد بإسم وزارة الزراعة يا أهلا 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 بحضرك وزيوسف إزاك يا دكتور عامل إيه كله تمام الله يخليك ساعد بتاعك دماء خلالة والله يا دكتور أنا بحبكو لله في لله وبحبكو عشان شغلكو حلو يفرح يعني الله يخليك فاند يا ربي يخليك يا دكتور دلوقتي أنا ده يعني إحنا كنا زمان أما نسمع عن كلمة مثلا الرز يقول لك رز يعني مية وكانوا أهلينا في البلاد اللي بتزرع رز يروحوا رميين فيه بقى معا كمان زريعة سمك من كتر ما هو كان بيبقى عامل زي البحيرات كده في الموسم بتاعه نفس القصة أصب يعني عايز مية هتعملوا إيه دكتور علشان نقدر نحافظ على مساحات الأصب ونرفع إنتاجيتها بالصب مية قليلة تيجي إزاي دي؟ يعني الأول اسمح لأشكر حضرتك فاند شكرا جزيلا العفوة فاند وطبعا إحنا شايفين جهود كبيرة بتبذل من الدولة المصرية لتطوير القطاع الزراعي طبعا عشان نعمل هذا الكلام إحنا بنشتغل على عدد من المحاور من ضمنها تطوير إنتاجية وحدة الأرض وحدة المية والوصول إلى أكسستفادة ممكنة منها وده بيحصل في الأرض القديمة وإحنا بنشوف مشروعات كتيرة بيتم تنفذها في هذا السياق على كبير المسال عدراك أتكلمت على موضوع الأرض الأرض إحنا دلوقتي طورنا تقاوى جديدة من الأرض اللي هي السوبر 300 وده حصل على الجوائز الدولية وبالتالي ده بيدي إنتاج عالي وفي نفس الوقت بيستهل الكميات المية أقل بكتير جدا وبالتالي يساعدنا في أن نحن نلبي احتياجات المواطنين بنفس المقنن الباقي المخصص لزراعة الأرض ده وفقا للاتفاقية أو وفقا للقلية اللي تم الاتفاق عليها بين وزيراء الزراعة والرأي واللجنة المشكلة أو اللجنة المشكلة بين الوزارتين في هذا الإطار فده تطور بحدوث نتيجة البحث العلمي ونتيجة تكسيف الكؤود البحثية ونتيجة تطوير التقاوى صنبات أصناف جديدة من التقاوى في ملف الأصب وده ملفه مهم جدا نحن نزرع مساحة كبيرة من الأصب تقريبا تقترب من 350 ألف فدان في سعيد مصر هذه المساحة بتمثل لنا مش بس جزء مهم عشان هي بتوفر لنا جزء من احتاجاتنا من السكر ولكن هي مصدر دخل لعادة كبيرة من المزارعين طبعا ده كان بيتمينا في المتوسط قبل كده حوالي 30 طن الفدان ممكن أكتر شوية ممكن أقل شوية ولكن احنا بتكلم حوالي 30 طن الفدان دلوقتي احنا عشان نقدر نطور هذه الانتاجية محتاجين ان احنا نساعد في تدير أساليب جديدة لزراعة قصب السكر وأهم أداة نقدر نستخدمها في هذا الإطار ان احنا نتحول من نظام الزراعة التقليدية بالعالي لنظام الزراعة بالشتلات الشكلة بتدينا عود يقدر يوصل لكيلو كيلو ورابع وبالتالي ده يساعدنا ان احنا نقدر نوصل بالفدان لأكتر من 50 و60 طن للفدان يعني احنا ضعفنا انتاجية الفلاح وفي نفس الوقت هذه المنظومات باستخدام الشكلات او زراعة بنظام الشكلات ده يساعدنا ان احنا نقدر نطبق السليب الزراعة الحديثة داخل مزارع القصب وكمان نستفيد بقى والمزارع السعيد اللي بزراعه القصب يستفيدوا من المقدارات العديدة اللي اطلقتها الدولة المصرية لتطوير السليب الرأي الحقلي والحقيقة كانت الدولة دخط اموال ودخط استثمارات في ملف تطوير الرأي الحقلي وتشجيع المزارعين على التحول من النظم الرأي التقليدية من النظم الرأي المطورة اللي جانب المشروعات العديدة اللي نفذتها الدولة المصرية لمعالجة المياه الخاصة بالصرف الزراعي عسنا نقدر نوفر مورد مستدام للمياه هي فاعة في زراعة الاراضي جديدة اللي احنا نشتغل عليها مشروع الدلتة الجديدة شفنا محطة بيتم انشاءها في منطقة الحمام هي الأكبر من بسنتك 7.5 مليون متر مكعب مياه يومي ومحطة المحسمة برضو بتاعدنا ان احنا نقدر نطور من منطقة اللي هي بتاعت السيناء وهذه المنطقة نحنا نوفر لها مورد مستدام لعملية الزراعة كل جهود بتبجيرها الدولة المصرية في ملف إدارة المياه في المخصصة لقطاع الزراعة طيب دكتور أنا عندي بقى هنا سؤال على مسألة الانتاجية بتاعت الفداد يعني هتزيد الضعفة ده شيء رائع وزن عود القصب هيبقى أزيد ده شيء رائع جدا بس هيبقى أزيد هيبقى أزيد مية ولا هنحافظ على معدل السكر اللي موجود فيه ده يعني وفقا للدراسات أو وفقا للباحثين اللي اشتغلوا في هذا الإطار احنا بنتكلم على زيادة نسبة السكر كمان في القصب اللي بيطلع نتيجة الزراعة المطورة أو اللي سيروز زراعة حريسة اللي بيتم تطبقها ويمكن احنا قبل ما نتكلم على منظومة انتاج الشتلات أو تطوير الزراعة بنظام الشتلات احنا كنا مهتمين ان احنا نعمل تجارب بحثية ويمكن البحثين في المعهد بحث المحصلة السكرية واللجنة المتخصصة في المحصلة السكرية اللي هو مجلس المحصلة السكرية ومركز بحث زراعية وكافة المخصصين درسوا الموضوع بدراسة بعناية كبيرة جدا والدولة دخلت في تطميرات الحقيقة في هذا الاطار ونحن عملنا محطة ضعادة الصعادة لانتاج الشتلات القصب احنا بنتكلم في اكتر من 80 مليون شتل القصب وده يعني يخدم اهالي صعيد مصر بشكل كبير ويوفر لهم الشتلات ويساعدهم في التحول من نظم زراعة بالعقل الى نظم زراعة بالشتلات فالموضوع معموله دراسات كتير ومعموله شغل بحث علم كبير جدا عشان نقدر نوصل لهذه النتائج وان شاء الله يكون تطبيقه تطبيق يؤدي الى نتائج ملموسة لخدمة وتعظيم القطاع الامن الغذائي وتوفير احتياجات المواطنين من السكر كمكاور رئيسي من كونات السلعة الاستراتيجية اللي بيحتاجها لبيت المصر هايل 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 انا بشكرك جدا دكتور كل شكر للدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية